أما فيما يخص الجانب الصحي لطلب الأخير أضلعي الحد الآن تعاني من الموضوع الجانب الصحي إحنا استغلين بناية تابعة الوزارة الشباب ورياضة وفتحنا بيها مستشفى من 2016 والحد الآن الحد الآن إحنا مستغلينها كبناية البناية طبعاً تعرف يعني هندسية البناية ما مصمّة باتحاد شباب إحنا جينا قاعدنا بيها واشتغلنا بالإمكانيات اللي قدرنا نحور بيها حتى نسوي بيها ردهات للمرضى وصالات عمليات ولا وصالات عمليات ليست بالمساوة المطوبة ليست بالمساوة طموح لكن قدرنا أن نقدم شيء من خلال هذا المساوة يعني نقدر نقول أنه اليوم العمليات اللي تجرى في مستشفى الضلوعية هي عمليات طوارئ أكثر من كونها عمليات يعني نقدر نعتمد ونقول هاي عملية ونسويها هنا حقيقة من ناحية طوارئ يعني تعرف التخصصات محدودة بيها إحنا نشتغل بيها حالات طارئة مثل الجراحة عامة كسور ما عدنا طبعاً جراحة جملة عصبية ما عدنا جلدية جلدية عدنا بس قصدية إحنا نحشي على الجانب استقبالها للمرضى حالات الأمرجيزي أكو عمليات بارده لكن البناية مو بس هو الطموع صار مخترح بناء منستشفى طوارئ بيها اللوعية وأني بالنسبة لي أعتبر قرار خاطئ قرار خاطئ أنا محتاج منستشفى عام تروح تبني لي منستشفى طوارئ اللي هو سعة سريرية ومالتها عشرين أو خمسة وعشرين سرير وأني أصلاً قاعد ببناية اللي هي أنا منستشفى لها هي اتحاد شباب أنا مرتبها أربعين سرير يعني شنه التناقض هذا بهذا التفكير فبناية الطوارئ حالياً حقيقة ما تلبي طموح ولا راح تتحل لنا مشكلة واللي حد الآن البناية المبنية يعني صحيح قيد الإنجاز ممكن شهرًا ثلاثة شهر تنجز كبناية لكن تخلوه من صالة الأولادة هلا بعد عفوك من التجهيز ما بيها صالة أولادة ما بيها دارة طباء ما بيها جناح داري يعني تتوقع يعني بناية مال المستشفى ما بيها صالة مال أولادة وما بيها طيب كيف فكروا أنه أنه ينشوها كيف خطوا هذا الموضوع الحقيقة شنو على البركة هاي المشاريع حقيقة أنا شخص موجود وأشغل بوكتها عن معاون مدير المستشفى ومدير مستشفى شان موجود ما واحد جيه استشارنا بهالموضوع يعني إن كان الموضوع ارتجالي من قبل المحافظة تنبني بهالطريقة هذه وكان حقيقة قرار مستعجل وما مدروس وبنايات الطوارئ صحيح يعني عالميا وكذلك تطبقت بشمال العراق بإقليم كردستان في محافظات أربيلوس يمانية ودهوك تنبني بناية الطوارئ بصقف المستشفى العام ليش حتى يستقبل المريض بصورة طارية وتحول للمستشفى العام ما تيجي أنت تبنى لي مستشفى طوارئ وأنا أصلاً ما عندي مستشفى وانا أود المريض بعد يعني دردها أنهما المريض بيها أريد صالة وما الولادة يعني حتى أقدر تيجي المرة تقدر تجيب بيها فكان حقيقة قرار ما مدروس وقرار خاطئ والحد اللي أنا نعانم عنده وإذا حتى اكتملت البناية إحنا ما حالينا مشكلها ترجمة نانسي قنقر